إعادة الإعمار العنوان الرئيس لأكبر تحدي يواجه العراق فالفساد والصراعات السياسية وعدم وجود رؤية حكومية لإدارة هذا الملف عملت بشكل كبير على تأخير إعمار المناطق المدمرة المستعادة من أيدي تنظيم الدولة ويبدو الفساد وسوء الإدارة داخل المؤسسات الحكومية من أكبر العقبات أمام استقطاب أموال المنحين بسبب عدم كفاءتها نتيجة المحاصصة الحزبية والطائفية في تقاسم الوظائف العليا التي تذهب عادة لعدمي الكفاءة من الحزبيين الموالين للأحزاب المتنفذة مركز كارنيجي للشرق الأوسط صلت الضوء في تقرير له على الصراع السياسي في العراق والفساد الذي يلتهم عقود إعادة الإعمار فيه كارنيجي بيّن أن الحكومة في بغداد تفتقد إلى رؤية اقتصادية وليس لديها استراتيجية لإعادة إعمار المناطق التي استعيدت من سيطرة تنظيم الدولة كارنيجي بيّن كذلك أن بغداد لم تتلقى حتى الآن سوى جزء يسير من المبلغ الذي طلبته لإعادة الإعمار من المنحين الدوليين والسبب في ذلك يرجع لعدم ثقة المنحين بالسياسيين القائمين على الحكومة ببغداد والتي تفاقم الفساد في جميع مفاصلها حتى عدمت الثقة فيها كذلك برر مركز كارنيجي للشرق الأوسط رؤيته بفشل عمليات الإعمار في العراق بطرحه أمثلة عن الفساد الذي استشرى فيه فأشار المركز إلى الكشف عن العديد من الفضائح التي تتعلق بعقود إعادة الإعمار التي فازت بها شركات عراقية وهمية يمتلكها سياسيون كبار إذ قامت هذه الشركات بحسب كارنيجي بإعادة بيع هذه العقود إلى شركات أجنبية مقابل عمولات بملايين الدولارات ويشكك متابعون للشأن العراقي بالنواية التي تعلنها الحكومة في بغدادة بشأن إعادة الإعمار ومكافحة الفساد في حين يرى آخرون أن مكافحة الفساد في هذا البلد لن تثمر شيئاً بسبب العراقيل الكبيرة التي تتمثل بارتباط المسؤولين الفاسدين بكبار الأحزاب المهيمنة على الحكومة وصولاً إلى مؤسسات القضاء التي برأت الكثير من المتهمين بعد إحالتهم إليها من قبل مؤسسات النزاهة